اليوم إن شاء الله نستكمل ما بدأناه بالأمس من تنبيهات باب التنبيهات هو يعني غالبه في تنبيهات في التفخيم والترقيق ولكن في تنبيهات أخرى هامة جداً لكل القراء حتى القراء لدرسين تجويد لأن هذه الأخطاء ربما تكون عفوية يعني الإنسان يخطئ فيها غصب عنه فمهم جداً أنه هو يهتم بيها ومهم جداً المعلم أو الشيخ أنه هو ينبه ليها الطالب حتى لو الطالب هو يتنبأه هو يبقى يكون معلم في المستقبل لازم يعني يضع يده على هذه المواضع يقول له خلي بالك أنت قلتها صح لكن ممكن طالب يخطئ فيها فتخد بالك وتبقى أذنك تسمع هذا الخطأ وتنتبه له عشان كده حتى وإحنا بنتكلم مع بعض في شرح هذه التنبيهات بنكرر الخطأ عشان الأذن تنكره يا بنقول يا جماعة محدش يقول الحرف الفلاني بالطريقة الفلانية الخطأ عشان ننتبه له عشان إحنا ننتبه له يبقى بنعرف الخطأ عشان نتجنبه عشان الأذن تنكر هذا الأمر فيه ناس كتير بيقرأوا صح لكن ما يعرفش يستكشف الخطأ لا أنت بتاخد إجازة بتجاز عشان تقرأ وإيه وتقرأ يعني تقرأ القرآن بطريقة سليمة ولما تقرأ أحد ويقرأ عليك القرآن وتعرف تكتشف فيه الخطأ لما يلحن لحن جلي أو خفي تقرأ تكتشف الخطأ أم استكلمنا عن بداية هذا الباب وقلنا أن سيدنا الأباة بن الجزري قال في المتن فرققا مستفلا من أحرفي وطبعا المتن أمامنا على الشاشة دلوقتي فرققا مستفلا من أحرفي وحاذرا تفخيم لفظ الأليفي وهمزى الحمد أعوذ إهدنا الله ثم لام لله لنا وليتلطف وعلى الله ولض والميمة مما خمصة ومما رض دي آخر حاجة شرحنا أمس والميمة مما خمصة ومما مرض وقلنا أن مرض هنا مقصود بها إيه التنبيه اللي هنا الميم الميم لأن كل الكلمة مفخمة الرأ والضاد والألف المادية في قلوبهم مرض فزادهم الله مرض فالميم هنا مرققة وباقي الكلمة مفخمة بعض القراء بعض أهل القرآن اللي بتعلموا يقولوا إيه يقولوا فزادهم الله مرض ما يجأل الميم إيه مفخمة ليه عشان جورد حروف مفخمة طبعا هنا لازم نخلص ده من ده ده عايز تدريب يبقى لازم نخد بالنا من من ترقيق الميم التي تجاور حروف مفخمة وبعد كده في المتن قال وباء برق وباء برق برق باطل بهم بذي وباء برق باطل بهم بذي مقصود بها إيه بيقول لك خلي بالك من حرف الباء من حرف الباء اللي في هذه الكلمات لإني غالبا غصب عنك عتفخمه ليه عشان برضو بيجاور ها مفخم وباء برق باطل بهم بذي يعني الباء دي يقول لك برق باء باء مش باء مش برق ظلمات ورعد وبرق باء في بعض الناس يقولوا إيه ظلمات ورعد وبرق باء ما ينفعش باء خالص اسمها إيه باء برق برق برضو في كلمة بغيا في صورة البقرة بغيا مش بغيا مش باء لا باء طبعا حرف الباء مرقق دائما عمره ما بيفخم فبنفعش نقول باء طبعا مش كلا نحن في العمية بنقوله إيه نقول بابا طبعا مش هينفعن رقق الباء وإحنا بنندي على بابا فنقول أبي أحسن نقول إيه نقول نقول أبي عشان رقق الباء برق فيه ظلمات ورعد وبرق أرقق الباء وفخم الراء حسن نقول برق لا برق وهو ده إتخان التجويد وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه رياضة الفكين أرقق المرقق وفخم المفخم برق باطل حسن نقول باطل مش باء لا با باطل با الباء مرققة الألف المادية طبعا لا تسمى مفخمة ومرققة لأنها تلحق ما قبلها الألف المادية لا تسمى لهي مرققة ولهي مفخمة ولكنها تلحق ما قبلها من حيث التفخيم والترقيق قبل منها باء مرققة تبقى با با الباء مرققة والألف المادية مرققة لكن الطاء مفخمة محدش يقول باطي لا باطي باطل أرقق الباء والألف المادية وفخم الطاء وبين أرقق اللام الأخيرة باطل وباطل 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 بعد كده قال لك بهم بذي الحرف المكسور لما بيكون باء لازم نهتم بيه عموما الحرف المكسور محتاجة اهتمام لأن لو ما كسرناش الحرف كويس بنعمله حاجة كده شبه التقليل أو الإيمالة في القراءات يقوله ايه يقوله بهم بص بي بهم هل الحرف الباء المكسور اسمه بي ولا اسمه بي يبقى اسمه بي بهم مش بي بيذي بيذي القربة مش بي مش بيذي بي لأ بي بيذي القربة بهم يبقى نخذ بالنا من حرف الباء لما بيجاور حرف المفخم غالبا لو ما خدتش بالك وما اهتمتش عتيجي مفخم الباء أو ممكن ترقغ الحرف اللي بعده تقول بغيا بغ يبقى هي لازم بغ بغيا باطل برق وهكذا بقيت البيت بيقول وحرص على الشدة والجهر الذي وحرص على الشدة والجهر الذي فيها فيها وفي الجيمي فيها وفي الجيمي هنا لسه بيتكلم عن الباء وبيتكلم عن حرف جديد اسمه ايه الجيم وبينبهك له برضه يقول لك وحرص على الشدة والجهر الذي فيها في الباء اللي فاتت وفي الجيمي هنا بيتكلم عن الشدة والجهر ليه تكلم عن الشدة والجهر بالذات من صفات الباء والجيم احنا عندنا الحروف اما ان الحرف بيكون قوي او الحرف بيكون ضعيف كل حرف فيه صفات قوة وصفات ضعف لو الغالب فيه صفات القوة يبقى اسمه حرف قوي شرحناه في الصفات لو الغالب فيه صفات ضعف يبقى اسمه حرف ضعيف هنا الباء والجيم الغالب فيها صفات الضعف لكن هي فيها صفات قوة من صفات القوة اللي فيها الشدة والجهر فبيقول لك حافظ على الشدة والجهر ورقق عشان فيه واحد ممكن يحافظ على الشدة والجهر فيفخم غصب عنه لا هي هنا أصلا حرف هنا ضعيف الحرف هنا أصلا حرف ضعيف حرف ترقيق إنما تحافظ على صفتي الشدة والجهر قال لك كحبي 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 لا مثلا يحبونهم كحب الله واحد يقول لك يحبونهم كحب يجي يجي مفخم الكاف ويجي برضو الحق تضيع منه والباق ضيع الكلمة بعدم اهتمام لكنه لو اهتم هيقوله صح يحبونهم كحب الله مش كحب لا كحبي كحب الله وترقيق الباق برضو في كلمة الصبر في سورة العصر وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صاب مصاب با لا مش با بيقول لك خد بالك عشان هي قبل منها حرف مفخم وبعد منها حرف برضو ممكن يفخم اللي هو الرأب يفخم ويرقق فخلي بالك من الباق اللي في النص صبر صبر يبقى ترقق الباق في كلمة الصبر تاخد بالك منها بنبهك لها وجاب لك برضو كلمات تانية قال لك رابوات نجتوسة وحج الفجري رابوات نجتوسة وحج الفجري خد بالك هنا برضو من الباق عشان خاضر ما تفخمش منه غصب عنك اجتوسة كلها محتاجة اهتمام لان ممكن لو غفلت عنها تيجي كل حرف منهم يفخم وهي ايه اجتوسة اجتوسة فمحتاجة تبقى كلها ايه مرققة وحج الفجري خد بالك من الجيم خد بالك من الجيم وخد بالك من الجيم في حجي ومن الجيم في الفجري فج فجري بيقول لك حفظ فيها على الشدة واحرص على الشدة والجهري في هذه الكلمات وفي امثالها بعد كده بينتقل لباب مهم جدا بينبهنا له في بيت واحد بيقول وبينان مقلقلا انسكنا وبينان مقلقلا انسكنا وان يكن في الوقف كان ابينا يبقى حروف القلقلة اللي هي ايه قطب جد حروف القلقلة قطب جد فهو بيقول لك هذه الحروف اصلا من صفاتها القلقلة لكن بتباني القلقلة اوي طبعا احنا شرحنا القلقلة بكل يعني درجتها لك عن كلمة عن درجتين القلقلة العظمى والقلقلة الصغرى او الكبرى والصغرى الكبرى لما تقف عليها يقول لك لما يكون ساكن موقف عليه الصغرى لما يكون ساكن في وسط الكلام يقول لك ايه وبينان مقلقلا امتى ان سكنا يبقى القلقلة بتبان اكتر في الحرف في الحرف الساكن هو من حروف قطب جد وبينان مقلقلا ان سكنا وان يكن في الوقف كان ابينا يعني لما تقف عليه القلقلة بتبان اوي بتبقى كبيرة اوي يعني يعني القلقلة كبرى والقلقلة الصغرى في وسط الكلام يعني زي ايه زي قادة الحق اخذي منكم من قوة القلقلة عند الوقف خاصة لما يكون حرف مشدد كمان الحق تبت يد ابي لها بو وتب يبقى في قوة لما الحرف المقلقل بيأتي في اخر الكلام او موقف عليه طب لو في النص برضو في قلقلة ولكن اقل شوية نقول قادة افلح المؤمنون قادة اف قادة اف لكن لو افلق قادة قادة فبقت ايه بقت قوية يبقى وبينا مقلقلا ان سكن وان يكن في الوقف كان ابينا يكون اكبر وبين اوي لكن خلي بالكم اصلا صفة اصيلة في هذه الحروف القلقلة لكن بتبان اكتر عند السكون واكتر واكتر عند الوقف اخر بيت معنا وحاء حصة احط الحق احط الحق وسين مستقيم يست يسق يبقى اللي اخد بالك من حرف الحا في هذه الكلمات حص حص لان حرف الصاد مفخم فبعض الناس ممكن ما ياخدش برهم يقول الان حص حص حا ما فيش حرف حا اسمه حرف حا اسمه حرف حا حص 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 طبعا الواحد يقول ده موضع يعني مش صعب ولا حاجة سهل جدا سهل بس محتاج تمرين اول ما تعمل التمرين وتتدرب عليه والله هتتكلم كلامك اللي حتى خارج القرآن بالتجويد اخت فاضلة بتشتري حاجة من السوق فراحت الراجب تقول له بتقوله عادي اشتري اتنين كيلو رمان رمان طبعا مش اخديني عن الرمان يقوله رمان فلما قالت بتقوله بالتجويد تقوله رمان مش قصدها لكنين خلاص الانسان يعتاد التجويد لان التجويد ده حاجة هي حاجة مناسبة لطبيعة الفك للأسف فس مجتمعاتنا واحنا صغيرين من قطر الكلام الخارج عن التجويد فالفك بيعتاد هذه الامور الخارجة لما بترجعوا الاصل وبيستريح فهي اصلا بتقول رمان لو سمحت عايزة رمان فقال لها ايه رمان دي فمستغرب الكلمة لا المشكلة مش في نطق بتاعنا السليم المشكلة في الاذن اللي اصبحت ملوثة بالكلام الخاطئ فاحنا بنصلح هذا الامر فلما تعتاد وتتدرب على هذه الكلمات وعلى هذه الاسليب التجويدية كلامك في الطبيعي عايبقى كلام جميل وكلام يعني بتكلم بالتجويد وده على فكرة حاجة جميلة انك تتحدث في اللغة العربية ده من شعائر الاسلام ومن شعائر الاسلام اللغة والنحو هذه من شعائر اللي القرآن نزل بها وحاص حصا خد بالك الان حص حصا الحق ما تقولش حص ولا تقول حس ما فيه واحد يرقق الحق يجي مضيع الصاد يخليها سيد وفي واحد يركز مع الصاد أو يجي مضيع الحق لا عايزين ايه نركز مع الاتنين الان حص حصا الحق تمام احطوا ما حاجة قول احطوا احط لا غلط نقول احطوا احطوا الحق زيها برضو بزبط كده نبه بآخر تنبيه بقى على السين وسين مستقيم يسقو بعض الناس يقولوا اهدنا الصراط المستقيم يقولك مستا مستا فيتأثر بالقاف المفخمة رغم انها مكسورة فقول مستقيم مستا لا مش مص مستقيم في سورة الحج يكادون يسطون يسطون مش يس يس ليه نبهنا للسين دي لان بعد منها طاء وقبل منها يألئين يعني برضو ضعيفة شوية فقالك يسطون لو مركزتش هتقول للسين صاد يبقى يسطون يكادون يسطون تركز مع السين المراقفة واوعد ضيع الطاء المفخمة ما تقولش يسطون لا يسطون يسطون يسقون زيها بالضبط يس يسقون مش يسكون لا يس مش يص يسقون يسقون يبقى نركز على فكرة الموضوع دي ممتع جدا هو ممكن في أوله بس الموضوع بيبقى شديد شوية وعمال بقى قول بقى حاص حاصة ومخماصة وموضوع ممكن يكون متعف في البداية كانوا ممتع جدا لما تتضرب عليه صحة بقولك هتتكلم كلامك خارج القرآن أصلا كلامك كده تلاقيه كلام منظم ومنمق وكلام بتتكلم بالتجويد وعلى فكرة هذا الأسلوب بيطفي على الرجل أو الأخت المسلمة مهابة كده ويبقى حاجة جميلة يكفي أنك بتتكلم بكلام يعني كلام الله عز وجل حتى في كلامك العادي متأثر بي وده الأصل أننا كمسلمين بنؤثر في المجتمعات تأثير إيجابي لكن نتجنب الآثار السلبية ربنا يتقبل منكم ومنكم صلحة العبارة تكون هذه الشروحات سهلة وميسرة وإن شاء الله بإذن الله زي ما اتفقنا أن كل هذه القواعد يتم إعادة شرحها مرة أخرى وإن شاء الله إحنا مع بعض يعني اشرحنا كتير هذه القواعد وإن شاء الله بإذن الله سنكرر مرة أخرى وبناء على يعني تنبهتكم لنا أو أسئلتكم الموجهة لنا بإذن الله إن شاء الله حنكون يعني بنشرح ممكن نعيد تكرار هذه القواعد مرة أخرى ربنا يتقبل يا رب